قاعدين يتابعوا فينا ومن غير ما ننسوا كل البلدان اللي مستنسين بهم واخويتنا وحبيبنا في كل. الجزائر. الجزائر ما عادش نصنفهم لانه الجزائر منا وفينا في كتيبة ناس الديوان يعني والتي لا تصنف كما تونس بالضبط بالنسبة للجزائر. دكتور رفع طبيب هو البارح. بالامس للعرب اللي يتابعوا فينا. البارح احنا بدينا النهار لحداش متاع السباح وكل هنا بو الباب سالم ونتحدث عن رشقات صاروخية وهجومات في كل في نهاريا في عكا في في حيفا. ثم انتظرنا خطاب للسيد حسن نصر الله في حفل تأبين القائد العسكري الشهيد فؤاد شكر. يعني في نفس اليوم وبعد وبش نحكي معك تاو على ما قاله سيد حسن نصر الله في هذا الخطاب. وقبل ما يوفى النهار اختمنا ببيان لحركة حماس بتعيين حسن حسن ببيد حين يحيى السنوار على او تسمية يحيى السنوار بالاجماع على رأس الحركة يا له من يوم معنيها دكتور. هذا هو التسارة التاريخي. هذا هو التسارة التاريخي. في نفس النهار. يجب أن نضعه على الرف اليوم ونبدأ في طريقة جديدة لقراءة التاريخ على الأقل التاريخ من الحاضر. نحب أن أكد حاجة لشيء يصار برحب به. أولا ساعة لواء إيجوز الذي تم ضربه. وشفت الصور. صور كانت واضحة. وخاصة معناها أنا عجبتني صورة هي متاع الصاروخ الاعتراضي القبة الحديدة الذي سقط وقتل إسرائيليين. وحلو في تحقيق اليوم. هو نفس نفس الصاروخ اللي يضرب مجد الشمس. وعطيت التوصيف تعه. عطيت التوصيف تعه دكتور. قلت وراه ونهرتها قلت وراه صاروخ من القبة الحديدية لأنه الكرتين نتاعه صغير. نفس اللي يقع المرة هذية. وهذا يعني أنه إسرائيل لا تقيم أي نوع من أنواع الاعتبار لمن هو غير يهودي. معناها ما تدروز. سعملوا معناها فني بش عاملوا معناها الضربة في في لبنان. ما نحب نحكي على شنو هذا اللواء إيجوز الذي تم تكوينه في التسعينات شكون فيه؟ هو أولاً الساعة مش النخبة هو نخبة النخبة. ميكرو دكتور. هذا أولاً. ثانياً هو اللواء متخص في حرب العصابات المضادة. الانتيغيريا. مكون من شكون. مكون من أبناء الضباط اللي كانوا موجودين في جيش لبنان الجنوبي جيش لحت. وفيه الدروز وفيه العرب والمستعريبي. وفيه خاصة شركات المقاولات العسكرية. وذي مرة أحكي عليها معناها سيد العميد قال وردوا بيالكم رأي الحرب اليوم في المشرق. وأمريكا إذا قاعدت وخن وخرجت من أفغانستين وخرجت من العراق إلى خيري. فلأنه أمريكا لم تعد تستعمل جيش الأمريكي اليوم في حرب. ستستعمل في ما يسمى بالمقاولات العسكرية. اللي هم من نجموش يقدموا لا قتلى. لا كواتر وغيرها. لذلك هذه اللي هي الضربة اللي تتسمى ضربة موجعة إلى بعد حدود. لماذا؟ لأن الطائرة تم تصويرها. وكما قال معنا سيد عميد رأي هذه الطائرة ليست طننة. ما تسمعش صوت متاحها. لأنها كهربائية. ومتعدين أسراب والناس تصور فيهم. وهذا رأيه يضرب في الصميم حاجة اسمها العقيدة الشعبية لدى الإسرائيليين. ومصدقية الدولة متاحة. هذه هي مسألة مهمة. مسألة ثانية في خطاب السيد. أنا أرى أنه دائما يهمني لمتاد يسكور. الكلام اللي يتقال مهم. ولكن ما هو أهم هو ما وراء الخطاب. معناه المسكوطة. ما لم يقل. ما لم يقل شنوه؟ هو الغموذ التكتيكي. اللي سأحقلهم كل شيء ولا شيء. قالهم الضربة أتية. وأنت تعرف سيد هذية معناها ناس مشتل عبرها. ومش سياسي معناها. قال أتية لا محالة سواء بشكل منفرد أو مشترك مع المحور. يعني تعرف شعلك. أي معناها محلول عن مربوط. آه ما جاية. صحيح. آه ما جاية الضربة. المسألة الثانية في ابن كفاش هو أنه. وهذه معناها الحقيقة البرحك. كي سمعته كأنه يكلم فينا نحنا. لا رب معاتش يحكي معنا. لأن الخطاب كان موجها للسهاينة والأمريكان برحك. لكن في وقت ملوقات تحدث إلينا. نحن في الوطن العربي. قال لنا بربي إذا ما كنتوش مع المقاومة. ما كنتوش جزء من هذه الحرب. لا تكونوا خنجرا في خسيرتنا. مع الأسر. أعملوا مزيا. لأنه راه هذا الهبل الموجود اليوم. في الإعلام العرباني ومعناها الشبكات التواصل الاجتماعي. يجعلني حقيقة أتساءل عن مدى قبول الناس لفكرة النصر. يبدو أنه هناك أجيال سيد العامية تربط في هذا الوطن العربي على فكرة الهزيمة. نعم. راه أمريكا ما نجحتش في إنجاز ما سمية في أقتمالوقات بالشرق الأوسط الجديد. المشروع اللي معناها في أقتمالوقات في أولى التسعينات بداوة. معناها في من التنفذ. وحتى الرابيع العربي وداعش كانوا جزء منه. يبدو أنه أمريكا ما نجحتش فيه على المستوى الجيوسياسي. ولكن نجحت فيه إلى حد معين على مستوى الفكر وعلى مستوى غياب الفكر. معناها في مجموعة كبيرة من المواطنين العرب لأنهم قابلين فكرة الهزيمة. والبارح هذا الخطاب يقول هذه اللحظة فارقة سيكون بعدها شيء مختلف عما سبقها. ولهنا نحب ربي نحكي على سيناريوهات لو تسمح منها في تقيقة. سيناريو الأول هو أن أمريكا ستعجز عن فرض رؤيتها على إسرائيل وإيقاف القتال. وعندها سيمر محور المقاومة إلى الضربة متاعه. وهذه الضربة لن تكون ضربة ردعية ستكون ضربة قسم على قسم ظهر. واحد منهم لازم يقسم ظهر لأخر. لأن إسرائيل فيها عقل منفلت لا يؤمن بالردع. هذا إنسان تعطيه كف يرجع يجيبك معناها في النزولات. لا يجب أن تعمله. لازم تطير عليه. بالتالي يبدو أنه اليوم دخلت المقاومة في منطق جديد في التعامل مع الكيان السهيوني. ولم يعد الردع لا الاستراتيجي ولا غيره يهم يجب قسم ظهر. إذا نجحت أمريكا فيه جعل إسرائيل تقبل بشروط التفاوض. وخاصة بمشروع بلينكين الذي قبلته حماس. فإنه سيكون انتصار حقيقي لأنه ردبان يجمع. راه النصر سيكون عنوانه تلك الصورة الجميلة. أطلاق صراح المساجين الفلسطينيين وعودتهم إلى أراضيهم. هذه ستكون عنوان النصر. وإسرائيل لا يمكنها وخاصة في ظل هذه الحكومة أن تقبل بهذه الصورة. وأختم بشيء البارح واشنطن بوست قامت بصبر أراء معمق. معنى معمق يفوت من 2400. لداء الأمريكان ولأول مرة في تاريخ أمريكا يرفض الأمريكان بنسبة 53 ونصف بالمئة أن تشارك أمريكا في حربا للدفاع على أسرائيل. ها هو العنوان للدفاع على أسرائيل. راه التحول هدايا سيبنى عليه شيء كبير. لو عندما كنا نراه في المسيرات المتعطلبة في أمريكا يقولون بش تغير هذي. شوني غيرت كاملة هاريس ولا موقفها معناها مختلف. نئب الرئيس الذي تم اختياره ليس من معناها من مجموعة المعناها البيبل بيلت في.